اتدت دايماً بتلاقي الأطفال بتشتكي في أطفال قبل ما ركلم على الأطفال بتشتكي دي في أطفال ما بتشتكيش سمتة سمتة وغمضة كده دايه يعمل الكارثة في السهن كده وقعد جاب أخته ساكت ولا بيارجا ودهب بيوم قرسها تلاقي أو قرس أخوه تلاقي الأخ التاني ولا بيصوت والتاني هذي جيد دا نوالة كأنه لي حاجة على فاكة بشوف نوع من نوع من نوع الزكاء إن أنا هعرف إزاي يعني بصي هتلاقي دايماً يعني الأطفال المفضوحة اللي هو هيروح يضرب في مكان يعني باين بيعلم يضربه على وشه يجي التاني يوعد جنبي ومضربه تحت الهدوم أو قرسه تحت الهدوم اللي هو أنت بتصرخ ليه قرسني فين مش شايفة حاجة لأنه بيعرف يدور على المكان المستخبي وهيقرسه أو هيعطبه منه ده ذكي ذكي طبعا ذكي جدا طب ويوز ذكي ده نتعامل معه إزاي فكرة في إن أنا لما بيجي أدرج اختلاف الأطفال من البداية خالص في الأول خالص لو هو غيرة ما بين الإخوات عشان برضو الاختلاف ما بيكونش بس ناتج إن إحنا أبو وأم متصلتين زي ما إحنا قلنا أو مش عارفين إن إحنا نتعامل مع بعض كزوجين في غيرة لو أنا عندي مثلاً طفل كبير ولسه في بيبي تاني جاي ربنا يكرمني بيه فأنا ما هيقتوش نفسياً لفكرة تقبل قمنا الصبح اللي لقينا في بيبي تجي منين؟ المفروض إن هو بيشاركني اهتمامك وأولوياتك أنت دلوقتي بقت كلها لي فبتلاقيه من هو مثلاً عنده كام يوم وقلك مثلاً دخلت عليه لقيته يكتم نفسه بالمخاب كل ما بيجي مثلاً أردعه أو أشيله بيبيشده مش متقبل فكرة وجوده خالص هنأكل أخوك لأس بيه ما تأكلهوش أكليني أنا أو الأطفال اللي هي بتقول لها إيه ماما أنا عايزة أرضى لها رجعت تاني للمرحلة حامية يحبي ويعيط ويقلد البيبي الصغير فهو كل ده إشارات أو أنه يحصل تاني ويرجع تاني أنه يعمل تباول لقراضي بالليل بالنهار وهو قاعد من تكبرته خلاص وتحكمت في نفسك كل دي مظاهر غيرة بعد كده بتتقلب بقى الاخناق أو للشجار اللي هو مش عارف بقى يسيطر تعبيره عن الانفعال بالغيرة فبالتالي أنا بروح أضرب وأقرس الأم طبعاً مش بتبقى مترجمة أنه غيران هي بتشوف أنه بقى عنيف فجأة وهي تعبير بس عن الغيرة لأن الأطفال لسنا ما بيعرفوش يعبره لفظياً اللي هو أنا غيران أنت ليه تقولي الوقت الشايلة وأنا لأ هو كل اللي بيعملوا هي أعراض بتبدأ تظهر زي إحنا قلنا عناد عصبية تباول لقراضي أرقاض الضوافر مص الصوابع كل ده لا بتنتباه بقى يشك لا بتنتباه بالزفر في أطفال بتستدعي ده بتقتقى أنت عمل إزاي في جثئية دي؟ لازم الأول هيق الطفل أن في بيبي جاي لك تاني البيبي ده هيكون صغير أنت كنت بيبي وإحنا كنا بنشيلك وإحنا كنا بنأكلك كنت بتعمل طايلت على نفسك وإحنا كنا بنغيرك بص انت دلوقتي كبرت إزاي بقيت تعرف أن انت تتحكم في نفسك وتعرف تأكل نفسك فين هلنا بقى جاية؟ أنت هتعمل معها اللي احنا كنا بنعمل هنخليه شارك معي في جزء من مسئولية الطفل اللي جاي مش طول الوقت أنا هبقى منشغلة به وشيلاو بردعو بأكلو وطول الوقت أنا مركزة مع ده والتاني بقى إيه تركها خالص ناس اللي جاي لنا من بره تيتا جدو جرانا كله جاي على البيبي الجديد بالزبط فالهو بتلاقي التاني إيه؟ زي ما أنت قلتي فيه شخصيات اللي هي منطوية خلاص أنا أخدت الغيرة وكتمتها في نفسي بس بعد ما هم هيبعدوا هيسبوا لي ده الواحد وأخلص منه أخلص منه فبالتاني لأ أقدي مثلا يعني نصيحة يا جماعة معلش مثلا ناخد بالنا أن يوسف بيغير ناخد بالنا أن يحيا بيغير أول ما أدخل إزايك يا يحيا إيه الجمال ده أعلق على أي حاجة لبسها أو تسريحة شعر أجابني أوي تلميحة يحيا دي أختي قلت إيه اسمه يحيا أعلق بقى تعليقات اللي هو أحس بيها أن الولد مبسوط أن أنا يعني رضيت فيه الجزء اللي هو أنت جميل ما شاء الله عليك إيه الحلاوة دي أركز بقى مع أخوك شوية اشتركوا في القناة